السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد خليال ودرس جديد من دروس برنامج ادوبي انتزاين بدرس النهاردة نتعرف على ما هو الجديد في انتزاين 2021 زي ما كلنا عارفين ومتابعين المهتمين طبعا بمجال تصميم الجرافيك وبرامج ادوبي ادوبي اصدرت جميع ادوبي اصدارات الجديدة لبرامج ادوبي 2021 كان من اكتوبر لبانه ادوبي 2021 وكان من ضمنها برنامج انتزاين تم عليه بعض التحدثات الجديدة او اضافة المميزات الجديدة وهذا اللي نشوف اليوم بالنسخة ادوبي 2021 دعونا سريعا نقوم بإظهار مجتوب البرامجات الجديدة في الاصدار اول ميزة اليوم في الاصدار وهي تعتبر اهم ميزة في الاصدار الكشف الذكي عن العناصر والتفاف النص حوله يعني ايه الكلام ده دعونا نجيب التكست ده على جنب كده كان سابقا لو افترضنا ان انا عندي صورة زي دي الصورة دي فيها اي كائن اي عنصر عندي وببقى محتاج ان انا اجيب التكست وعمل التفاف للتكست ده حوالين العنصر اللي عندي هنا طبعا الامر سابقا كان يستدعي ان انا الصورة دي ادخلها على برنامج لفتشوب وابتدي اقص او اعمل مصار او باس للشكل اللي عندي ده عشان هنا الانزاين يحس بي ان هو في مصار عندي ويبتدي يلف التكست حوالين المصار او ان انا كنت باجي بالبنتول وابتدي برسم حوالين الشكل اللي عندي كده بالمنظر ده بحيث برضه يبقى عندي مصار والتكست ده يحس بي ويبتدي يلف حواليه ولكن الموضوع هنا في النسخة اللي معنا دي اتغير شوية وبقى افضل واسرع مش محتاج منك ان انت تستعين بالفتشوب مش محتاج ان انت اطلاقا تتدخل بشكل يدوي وكل ده حصل طبعا عن طريق زي ما احنا عارفين نسخ دي بذات اهتموا جدا من موضوع الذكاء الاصطناعي فبالتالي كل المطلوب منك انا عندي التكست موجود بالمنظر ده ومحتاج ان هو يلف او يعمل التفاف حوالين العنصر اللي عندي في الصورة اللي هو الحيوان ده طيب ده بيحصل ازاي كل المطلوب منك ان انت بس تحدد على الصورة اللي عندي وباروح هنا اتلاقي فوق في الشريط اللي عندي فوق اللي هي ادوات الرب لو جيت ضغط كده اضغط على الايكون دي وبالمناسبة لو الشريط اللي عندي كده الكنترول مش واضح لان في النسخ الجديدة عادة بينزل الشريط ده مش موجود فهتيجي من قائمة ويندو وتختار امر كونترول عشان الشريط دي يظهر معك وبرضه لو مش ظاهر معك او لو مش حابب تظهره بالشكل ده فتروح هنا انا عندي امر اساسا اسمه تيكست راب لو ضغطت عليه بيطلع لي البانل اللي عندي دي ودي البانل اللي تهمني كل المطلوب مني ان انا اضغط على الايكون اللي هي راب راوند اوبجكت اللي هي دي من هنا او زي ما قلنا نضغط على من هنا طيب بعد ما نضغط على هنا اللي حصل التكست اختفع مش مشكلة ده الديفولت ان اول ما تضغط التكست عندك سيختفي هاجي هنا في قائمة type او امر type وده الجديد عندي النهاردة هلاقي تم اضافة امر جديد في اخر القائمة اسمه select subject انا هنا بعرف الانزاين ان انا عايز اعمل او اعمل لي select او تحديد للعنصر اللي موجود في الصورة بناء على موضوع الذكاء الاصطناعي انت اللي حدد العنصر فين وارسم حوالي باس او ارسم حوالي مصار مجرد ما اضغط كده لو تلاحظوا ايه اللي حصل التكست عندي ظهر وحصل فعلا التفاف حوالي العنصر عندي ولو تلاحظوا البرنامج بشكل automatic هو اللي رسم الباس عندي نتيجة الذكاء الاصطناعي ان هنا فيه عنصر معين بدأ يرسم حواليه طبعا زي ما احنا فاهمين خصائص الانزاين انت ممكن ان يأتي هنا وتزود العملية لو تلاحظوا بدأ المصار يوسع كما ترى بالمنظر طبعا بما ان ده مصار وبما ان ده الانزاين رسمه بشكل automatic فده عبارة رسم موجود بالبين فانا ممكن اجي هنا على اداءة ال direct selection tool وابتدي امسك النقط ده لو مش عجباني او هو رسم بطريقة غلط او انا عايز اعدل على اللي هو عمله وادراجي اعمل كده وتحكم في النقط ده زي ما انت شايف كده بالمنظر ده طيب اول ما تحكمت طبعا في المصار ده لو تلاحظوا بينا كتب ايه يوزر موديفايد باس يعني هنا ان اليوزر او المستخدم هو عمل تعديل في الباس ده نفسه او في المصار ده تمام زي ما انت شايفين فالموضوع بسهل جدا طبعا حتى لو انا جيت كده وقررت النسخة بتاع تاكست الجزء الثاني برضه عمل زي ما انت شايفين كده عليها تحديد لان هو محدد الشكل ككل دعونا ناخد شكل تاني ممكن يكون اقصر تعقيدا عشان نختبر الميزة دي اكتر هنا انا عندي شكل طبعا الغزالة هو اللي موجود في الصورة ده يعتبر العنصر عندي فانكرر العملية تاني انا بعمل تحديد على العنصر او الصورة اللي موجودة عندي وباجي هنا بضغط على راب راوند بالمنظر ده وبعدين باجي هنا اضغط من طيب باختار اخر امر اللي هو select subject بيبتدي اعمل تحديد زي ما انت شايفين اعمل تحديد على الغزالة بالمنظر ده محتاج بس ان انا اكبر شوية التحديد اوسع كده عشان يبتدي يخش طبعا خليني بس اخش على تيكست كده شوفوا كل ما بدخل التيكست قريب من الغزالة بيبتدي طبعا يحس بيها بالنسبة للناس اللي بتسأل اوقات التيكست بيروح من ناحية تانية ويسبب لي مشاكل ده حصل هنا رأي اني اما بحدث الصورة انا عمله الراب او الراوند يبقى من الاتجاهين في اليمين وفي الشمال فانا ممكن اجي هنا واخده لي درجست اريا بالمنظر ده هتلاقوه معاكو بالمنظر ده كل ما اجي اقرب كده طبعا بيبعد عن الغزالة او العنصر اللي موجودة عندي في الصورة لانه حصل له هنا تحديد بشكل اوتوماتيك اخر نموذج معي عشان نشوف هل الخاصية ده شغالة بشكل فعال وفعلا بيقدر يحس بيها او لا هاجي هنا select subject موضوع ممتاز جدا وعمل تحديد على العصورة اللي عندي او الطائر مع الصخرة او الغصن اللي واقف عليها بالمنظر ده فطبعا الموضوع فهموتها البساطة وهيوفر علينا كتير جدا زي ما انت شايف كده انا بعمل توسعة وبيحصل زي ما انت شايف كده دي كتأول ميزة معانا النهاردة في انزاين 2021 اللي هي content aware rap طيب تاني ميزة معانا النهاردة وهي برضو ميزة رائعة خصوصا للناس اللي بتحب دايما تشارك عملها سواء انت بتشاركها بفريق عمل معاك في نفس المؤسسة او في نفس الشركة انت فرع وهو فرع او انت بتشاركها مع العميل او ان انت حتى بتشارك العمل بالتاعة مع مديرك ونت بتأتي شعر مع بعض طبعا كان في الاول موضوع بيبقى شاك شوية ان انت بتحفز العمل كBDF وتصدره والعميل او اي ان كان الطرف الاخر بيعديل لك عليه او انت تبعت هو على الواتساب والعميل يعديل عليه ويرجع يبعت هو لك ثاني وتفتح النموذج اللي العميل بعده مع النموذج اللي انت شغال عليه وساط بعضه بتبديد تقارن وتشوف فين الجديد وفين التعديلات الموضوع دلوقتي اصبح سهل الموضوع ده كان موجود في النسخة السابقة ولكن تم التعديل عليه جدا في نسخة 2021 لو جينا هنا في الايكونة في الاعلى ايكونت الشير او المشارقة طبعا لو ضغطنا عليها كده نلاقي الاصدار ده جمع شوية حاجات خاصة بالمشارقة والتصدير من الكوك اكسبورت بدي اف لو عايز صدر بدي اف يمكن تصدر منها سريعا ولو عايز تعمل باكتج يمكن برضه منها سريعا وعايز تعمل شير ولو عايز تعمل بابلش اونلين واكسبورت احنا اللي يهمنا في الموضوع ده الي هو الشير فور ريفيو تعالوا نضغط عليه ونشوف هيحصل اي اول ما ضغطت عليها كده فتح لي البانل ده بيقول لي دلوقتي سميلي ده اسم الملف اللي موجود بالفعل هنا بيقول لي انت عايز تسمي ايه فانت بتسمي الملف حسب ما انت عايز ممكن مثلا اسميه تست هنا انا انشأت اسم للملف عندي وبعدين بعمل create بعد create طبعا هو بيبتدي دلوقتي يرفع الشغل ده على سيرفر ادوبي عشان تبدأ تعمله share الجميل طبعا هنا ان انت عندك اوبشانين ممتازين جدا اول حاجة ان انت ممكن تعمل دعوة للشخص اللي انت عايز ان هو يفتح الملف ده ويبتدي يشاركك فيه بالتالي لازم يكون معاك الايميل بتاع الشخص ده عشان اما تيجي انا تعمله دعوة يبقى معاك الايميل بتاعه وتضيفه طيب تاني حاجة ان الفايل ده انها ترفعه يبقى public يعني عامل اي حد يقدر ان هو معاك اللينك يقدر يخش ويشوف الشغل بتاعك ويبتدي يعلق كمان على الشغل بتاعك فانا هنا وليكن اختار public وممكن هنا طبعا نزم قلنا لو انت معاك اسامي الناس تعمل add وتبتدي تضيف هنا account الشخص هنا عندك اللي انت عايزه وتبعت الرسالة معينة انا مش عامل اشخاص معينة انا عامل public فعشان كده مش هختار هنا حد هنا الانر اللي هو الشخص نفسه صاحب الملف اللي هو انا ويقى مكتوب تحت طبعا الايميل بتاعك هنا برضه اضافه ميزة جديدة جدا اللي هي الباسورد انت تقدر كمان تعمل هنا لو ضغطت تعمل هنا باسورد معين للملف بحيث محدش يقدر يفتح الملف ده غير الشخص اللي انت ارسلت له الباسورد فانا هنا مش هختار الباسورد بعد كده بيجي هنا عندك ده اللينك وتقدر ان انت تعمل كمان update link في ايوان بعد كده ده اللينك اللي مفروض ان انت لو ضغطت عليها تبتدي تنسحه كوي وتبعته للشخص او للاشخاص اللي انت محتاج ان هم يرجعوا معاك الملف ويقولوا التعديلات اللي عندهم وطبعا عندك الثلاث نقاط اللي في الآخر دول انت ممكن تضغط عليهم كده وعندك هنا بعض الخصائص منها ان انت تمسح الرفيو اللي انت رفعت وخلاص انت هنا من العمل اللي انت عايزه ومش عايز حد يشوفه بعد كده فممكن تحزفه ممكن تعمله ادارة من هنا ممكن تدخل على setting بعد ما بتنتين من كل الاعدادات عندك كل مطلوب منك ان انت تضغط هنا على اللينك ده بالمنظر ده وتنتظر دلوقتي هتلاقي الملف حاليا بيترفع على موقعه ادوى او سيرفر ادوى على الحساب عندك الملف بالفعل بقى موجود عندي ده اول صفحة فعلا عندي اول صفحة فاضية وبعدين تاني صفحة هنتقمز دلوقتي ونعتبر ان انا العميل او المدير او اي شخص تاني مشترك في العمل ده فبالتالي اللينك ده اللي موجود فوق انت تاخده كده كوبي وتبعاته للشخص اللي انت عايز تشارك معاك الملفات ده الاضافة اللي تمت في الاصدار ده عندنا لو جينا هنا فوق انلاقي بعض التعديلات كان الاول بس ما عندي شغل البلايس بن الاضافة في الاصدار ده عندك الهاي لايت وعندك الربلايس منت وعندك الدرو شيب وهكذا فانا وليكن محتاج ان ابدأ اعدل فانا وليكن هعمل هنا ربلايس تيكست فانا اضغط مثلا على الكلمة دي وليكن بالمنظر ده وابتدي هنا اكتب الكومنت اللي انا عايزه او التعليق اللي انا عايزه هكتب مثلا كتبت هنا القرية العالمية هاختار هنا سبمت وعلي اوكي يبقى انا كده انتهيت من اول تعديل عندي او ده التعديل اللي عندي الاولاني بعد كده شوف انت عايز تعمل ليه وليكن مثلا عايز اعمل هنا او دبوس بالمنظر ده واقول مثلا الصورة دي برجاء تغيير الصورة واضغط اوكي يبقى انا كده عملت تعديلين تعديل اول في القرية والتعديل التاني في الصورة وهنا بقى عندك بعض خصائص ثانية ممكن كمان تعمل هايلايت بالمنظر ده على مثلا جزء معين من التكست بالمنظر ده وتشوف التعديلات اللي انت حابب ان انت تكتبها او ان انت كمان تعمل درو على جزء معين مثلا ممكن تعمل هنا كده رسم كده او تعمل جزء هنا وبعد فعما بتعمل تحديد كده بيقولك اي كومنت اللي انت عايز تكتبه وممكن برضو صورة افضل او جودة الصورة مش كويسة ايا كان انت بتعمل اي التعديل اللي انت بتعمل فيه اقوله submit حاليا الموضوع لازيز جدا انا كده انتهيت خلاص من التعديلات اللي عندي وطبعا هنا عندنا مجموعة خصائص واوامر تحت زي التكبير والتصغير وزي ان انت تتنقل الصفحات من تحت هنا تخليها بالطول او تخليها بالعرض خلينا العام دلوقتي ارجع للانتزاين ونشوف ايلا حصل هراح هنا عشان اشوف فين التعليقات اللي حصلت او الكومنتات اللي انا مفروض اتباحها لو رحت هنا لقائمة ويندو وهلاقي عندي امري اسمه Comments هفتحه مفتحه واختار منه review لو مفتحت banner review دي فتحت لي هنا لقيت كل التعليقات والاماكن اللي مطلوب فيها التعديل طبعا نتعكد دايما ان انت ال preview عندك هنا زي ما احنا عارفين اضغط W بحسك سيدرك كل التعليقات ركزه معي انا دلوقتي ضغط على W اللي هي ال preview العادية اللي هي ال preview هنا مش بيجيب لي هنا اي تعادلات او انا مش شايفها بالفعل لكن لو ضغطت W بالمنظر ده اللي هو بيسموه normal preview هنا هلاقي فعلا ان التعديلات بتاعت تظهر هنا في علامة الدبوس اللي فيها تغيير وهنا طبعا العلامة او الرسم اللي كان باللون الاحمر اللي فيه تغيير فبالتالي لو جيت هنا مثلا ضغطت كده هو اوتوماتيك راع على الصورة زي ما انت شايفين وعملي عليها تحديد او فريم باللون الازرق عشان بيعرفني هنا ان انا ده التعديل اللي العميل طلبه فوقف عليه وعرفت هنا ان العميل محتاج صورة افضل ببتدي ان انا اغيرها بعد ما تنتهم التعديل اللي انت عملته هنا عشان ما تنساش بتيجي هنا على الثلاث نقاط اللي فوق ده وبتقول له resolve ومجرد ما تضغط علاقة كده خلاص هو هنا مساح للكومنت الاولاني كده انا اعرفت ان انا انتهيت حتى انظروا هنا مساح العلامة اللي انا كنت معلمه باللون الاحمر هنا يبقى خلاص انت انتهيت من التعديل ده وبعد كده تمسك تعديل تعديل وتشوف اي موضوعه بالضبط هنا خلاصت منه زي ما قلنا ممكن تعمله دليت او ادت او ممكن تعمل ادت و تبدأ ترد على العميل يعني هي القصة اللذيذة في كده وهو مثلا طلب منك تغيير الصورة دي انت ممكن ترد تقول له لا انا شايف ان الصورة دي مثلا افضل او دي الصورة الموجودة او دي الصورة اللي انت بعد تهالي وكذا فتبتدي يحصل ما بينك ومن العميل او المدير او اي ان كان انت بتكلم مين حوار على التعديل اللي هو عمله تمام بعد ما تخلص برضو زي ما قلنا خلاص تغيير منه ونفتدي تغيير تغيير منه ونفتدي يدغط هنا او مربع باللون الازرى يمكن ان يقصد منه وهو كاتب برجاء تغيير الصورة هذا هو نفع كمينتون ولا تعليقات على الملف وقامت الى التعدلات المحيزة وكذلك كل ما عليك ان اتجاه فيشير كل ما عليك ان اتجاه فقط لانه لا ترفع ملف جديد أنه ما ستعادل في ملف جديد ومعجزك لانه ملف معين كل ما طلوب منك ان اعمل تريد وضع ملف معاين مجرد ان تستطيع امر امر اشياء ستجد دوره تاني مرة لو انت روحت تاني للملف اللي انت رفعته هتجده اوتوماتيك هو عمل افضيت خلاص كده انت هنا تعال نرجع تاني فعلا افضيت بتاعه سريع جدا هنا معاش في اي كومنت زي ما انت شايفين اصبح ان انا عدلت يقدر العميل حالا يبص تاني على ملف بتاعه بعد التعديل طبعا هنكون انت خلاص بغيرت الصورة دي وغيرت التكست هنا وهكذا ميزة الثالثة معنا النهاردة ان حاليا انتزاين نسكة 2021 اصبحت بتدعم الوان الاتش اس بي خلينا نفتح كده بانل الالوان عندي هنا ده الكالرر بيكر لو جينا بصينه هنا هنلاقي ان انا بقى عندي حاجة جديدة اللي هي الاتش اس بي اصبح ان انت عندك دلوقتي الانزاين بقدر يدعم الالوان دي وكان سابقا طبعا بنحتاج ان احنا نترجم الالوان دي او نعرف وضع عن طريق القيم الخاصة بالر جي بي ولكن دلوقتي الموضوع عندك دلوقتي متاح فتقدر ان انت تختار اي لون اللي انت عايزه وتغير فيه الاتش اس بي اللي هي الستوريشن والبرايتنس واصبح ان انت عندك سطوع وعمق اكتر للالوان تقدر ان انت تعمل الكلام ده بطريقة سهلة جدا في برنامج الاندزاين وطبعا اي حاجة فيها قيم الالوان هتلاقي موجود ضف تم اضافة الاتش اس بي لها اذا انت بتبحث في الكلار بكر او بتبحث في السويتش بانال كل دي هتلاقي موجود فيها الالوان دي تم اضافتها الاتش اس بي برضه موجود عندك هنا تقدر ان انت بعد ان تختار اللون تقول له اد سويتش فتنزل عندك الالوان دي للسويتش دعنا نختار اللون زي ده ونضغط كده وتعالى نفتح هنا الالوان دقينا فعلا الاضافة موجودة هنا الاتش اس بي تم اضافتها كان الاول سي مهكي فقط لغير وكان ار جي بي فقط لغير طيب رابع ميزة معنا النهاردة وهي تحديد موقع اللون وتغييره ودي برضه اضافة بعتبرها من الاضافات الجميلة جدا في برنامج الانزان الجديد بمعنى ايه؟ دلوقتي تقدر ان انت تبحث عن لون معين وتعمله تغيير سواء في الملف اللي انت فتحه اي ان كان عدد صفحاته او في جميع الملفات اللي انت فتحها طيب ده بي حصل ازاي؟ اول اول حاجة دي المصفة لدي ألوان كثيرة جدا جدا وأكيد ليست مستخدم جميع الألوان في الثلاث صفحات اللي عندي فأنا أريد أن أمسح كل الألوان اللي لا أستخدمها في بانال الاسواتش سأقوم بالألوان الصغيرة في الأعلى وضغط عليها وضغط عليها وضغط عليها وضغط عليها يعني علمي على كل الألوان الغير مستخدمة في الملف بعد ما يعمل عليهم تحديد كما ترى هدوات يحمل وبعد ما يعمل عليهم تحديد سأضطر أمسحهم أو أمسحهم بحيث أنهم لا يعملهم أي قيمة أو لازمة عندي هذا يعمل تحديد على كل الألوان الغير مستخدمة كل مطلوب منها كانت تأتي هنا وتعمل دليت أصبح فعلا صفاري الملف فنظفه فضغط علي كل الألوان اللي لا أستخدمه هذا اللون عندي أريد أن أضيفه هنا في الاسواتش لأنه واضح أنه ليس موجود عندي اللون الأورنج فأنا أعمل تحديد بالمنظر واجهي هنا على قيمة إذا أردت الآن وإذا أردت الآن وإن تحديد الآن وإذا اضحكي من الآن ولكن أستخدمه وإذا كنت أقوم بإستخدام بلون آخر مضوء آخر وعندك طريقتين أنك تصل إلى الموضوع أول حاجة أنك توقف على اللون تقوم بإنسان وإذا أجهد على قيمة وإذا اضحكي وإذا كنت أردت الآن وإذا اضحكي أمر جديد إذا ضغطت فتح لي سريعا قائمة Find and Change وجدنا فيها بانل جديد او امر جديد او تبويب جديد ظهر اسمه Color معنى كده ان انا لو عملت وروحت هنا لقائمة Edit وروحت للامر اللي انا عارفين اللي هو Find and Change هلاقي برضو نفس الامر موجود عندي فريق عريض اختيار ان انت توصل مباشرة من Find and Change وهنا تختار اللون اول ما ضغط هنا فتح البانل عندي الالوان اللي الموجودة عندك هنا وتشوف اللون اللي عندك فين او زي ما انا عملنا فريق عريض اختيار اللون وتقوله Find and Change او Find This Color ويطلع لك اللون على طول هنا هو حسب اللون ويقولك ده اللون اللي انت عايز تغيره احنا لقناه لو عندك تنت معين او درجة شفافية من اللون تقدر تحدده بيقولك هنا change color عايز تغيره بايه فبرضو هتفتح هنا بانل الالوان وتختار اللون اللي انت عايزه وليكن اللون زي اللون البلو هضغط عليه كده وبرضو هنا التنت اللي هي الشفافية هنا برضو بيقولك انت عايز تبحث او تبحث او تبحث وتغير فين في الدكومنت اللي انت فتحه اللي هو ده فقط لغير الملف ده ولا All Document لو عندك اكتر من الملف انت فتحه يقدر انه يبحث في جميع الملفات ويغير لك الالوان فانه هنا خلاص قلت له غير لي الأورنج باللون البلو زي ما شايفين لقيت فعلا غير لي هنا التكست وهنا كان عندي في الهيدر الكلمة او العنصر ده تغير لون العزرق والخط ده كمان اتغير وبرضو في الصفحة الثانية عندي الهيدر هنا تغير برضو البلوين العزرق فدي خاصية جميلة جدا تم اضافتها الانتزاين 20 و 21 نقدر من خلالها ان احنا نغير الالوان الميزة القابل الأخيرة عندي هي خاصة بالفيديو لو جينا فتحنا هنا انا عندي ده الملف ده عبارة عن فيديو فلو جيت هنا لقايمة الويندو وفتحت الانتر اكتف وفتحت الميديا فتح لي الفيديو بالمنظر ده طبعا بقدر هنا من زير البلي اشغل الفيديو زي ما انت شايفين الفيديو حاليا نشغل زي ما احنا شايفين الميزة اللي ضفوها او متعتبرش ميزة هو كات موجودة بالفعل في جميع الاصدارات ولكن تم الغاءها في اصدار اللي فات 2020 وبعدين رجعوها تاني في الاصدار ده 2021 وهي النافجيت بوينت بالتالي اقدر ان انا لو عايز اقف على حتة معينة واضغط على بلس هنا وعلمة الزائد بنزل لي بوينت معينة للجزء ده بالضبط فاقدر ان انا دابل كليك واكتب مثلا الجزء ده بيتكلم عن ايه او ايه الخاصية اللي خاصة به وهكذا وبعدين اشغل ثاني واقف على الجزء اللي انا عايز وليكن الجزء ده واضغط على اد مرة تانية فيضيف لي بوينت تانية يقول لي حابب تسميها ايه بسميها بالاسم اللي انا عايزه وكمان بالضبط في الديئة كان فبالتالي الموضوع بيسهل عليك لو انت بتتفرج على فيديو معين ان انت توصل للنقطة او الديئة اللي انت عايزها بالضبط مغالط ما بتضغط عليه ما تنتظرش ان انت تشوف الفيديو بالكامل وزي ما قلت هي مش خاصية جديدة يا كانت موجودة من زمان ولكن شلوها في اصدار اللي فات ورجعوها تاني في الاصدار ده اخر ميزة معنا النهاردة وهي شايفة حاجة رائعة لو تمت فعلا زي ما احنا متخيرين وهي اكتشاف المستندات التالفة واستعادتها حسب موقع ادوي وحسب الادوي انتزاين بيقول دلوقتي ان انت لو عندك ملف تالف وده بيحصل كتير ساعات في جنيجي نفتح ملف على الانتزاين بيقول لك الملف دامج او الملف تالف او البرانامي مش قادر يفتح الملف بشكل عام نظرا لخطأ معين حدث في الملف فبالتالي وانت بتفتح الملف وهو بيقول لك ان الملف دامج هتقول له اوكي بيطلع لك رسالة بيقول لك ان انت عايز تعمل استعادة للملف دامج تاني ولا لا بتقول له ايس بتنتظر شوية بيتم حسب كلام ادوي ان الملف بتاعك في الانتزاين بيروح لأدوي سيرفر للسيرفرات في ادوي ويتم معالجته سريعا ويطلع لك رسالة كل ده طبعا في عدة ثواني او دقائق حسب حجم الملف عندك وحسب صفحاته وهكذا ويطلع لك رسالة تاني بيقول لك انت تم استعادة للملف بنجاح يلا ابتدي اعمله سيف از تضغط على سيف از بينزل ملف عندك على الجهاز وتشتغل عليه تاني طبعا انا ما جربتش الخدمة دي لسه لان ما عنديش اي ملفات تاليفة في الوقت الحالي قابلتني وانا بسجل الفيديو فبالتالي لو حد شغل على الازدار الاخير وعنده ملفات تاليفة فياريت يحاول يفتحها من اول وجديد حدره ملفات قديمة ويجرب الخدمة دي ويقول لنا في التعليقات لو الموضوع نجح والملف ف انتظروا ان شاء الله في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة